الفيديو ده أتعلم مع بعض اهلا بكم وتعالوا كده بان نروح عندنا على الراوتر اللي احنا نجيبه علشان نشغاله على الراوتر الاساسي. كل علينا بس نلاقي الراوتر طبعا بيكون شغال زي ما انت شاهد كده اللون بقى بتاع الباور شغالة والدابلو لان دي شغالة. كل علينا بس نجيب ده بوز نغير وبعد كده بنروح عندنا على الريزات. اضغط بس عندك على ان هو الزرار الاسود اللي جوه ده ضغطة طويلة. لحد ما الراوتر يطفي ويقيب معاك الراوتر ده. نضغط عليه ضغطة طويلة كده. لحد ما طبعا الراوتر كده طافه معنا. وهو ييب معاك في خلان دقيقة. الراوتر ده اللي نستخدمه علشان نحطه على الراوتر او نربطه بالراوتر الرئيسي بتاعنا. علشان نخلي الراوتر يشتغل على نفس الخط او الراوترين يشتغل على نفس الخط بتاعنا. دلوقتي على ما الراوتر يفتح معنا بنزل وتصفح اللي قدامك ده اسمه UC براوزر. لان للأسف جوجل مش بيدعم الخاصية بتاعت المفتح من الصفحات الخاصة بالرواتر. دلوقتي هروض معاكم على الاعدادات الخاصة بالراوتر كده. وبعد كده بروح باستنى شوية لحد ما يظهر اسم الراوتر زي ما انت شايف. بروح هنا بلاقي في ظهر الراوتر اليوزر نيم اللي هو الاسم اللي موجود على التليفون دلوقتي هنا. وكمان الباسورد مكتوب تحته. انت بس اضغط عليه ضفطة وانا كتبت الباسورد الخاص بالراوتر ده على التليفون. هيظهر عندك هنا قدل يلاقي تغفر الاتصال بانترنت. تضغط على كلمة الاتصال دائما. وبعد كده بقى بنضوح عندنا على التطبيق اللي هو بتاعنا. هنفتح مع بعض كده التطبيق زي ما انت شايف كده. ونستطيع شوية لحد ما واجهة التطبيق بقى يفتح معانا والإعلان وكده. قلو هنا موافق ودخون. وتضغط عندك على ابحث على او ادخل عنوان يورل. طبعا تكتب فوق هنا 192192.168.1.8 تضغط عندك على كلمة زهاب. وبعد كده بقى بيقول لك هنا اكمل متصفح. قلو هنا اضغط على اكمل التصفح. زي ما انت شايف كده. هيظهر لك معاك الصفحة اللي هي بتكلف فيها اليوزرنيم والباسورد الخاص بالراوتر ده. هتروح برضه عندك على الراوتر كده من ده الراوتر. بيقول لك اليوزرنيم ادمن بدل باسورد. طبعا هكتب هنا اليوزرنيم بتاعي. النهاية هنا هكتب معاكم ادمن ادي تم اي ان. تمام وانزل تحت هنا بكتب الباسورد الخاص بالراوتر اللي هو مكتوب في ظهر الراوتر زي ما انت كنت شايف. بعد كده بقى بروح عندي على كمه لوج ان هنا بضغط عليها واقول له هنا بحفظ مش مشكلة لو حاب يحفظه. طبعا كتبت ارقام غلط هكتبت هكتبها صحة كده وارجع ليجو تاني. طبعا كده كتبت الباسورد صح زي ما انت شايف كده. انا قلنا علي بس بقول لي هنا اه اوجهني على صفحة ما دغطش على انك هستلضغط عندك تضغط بس على كل نقطة اللي يبترمى الحمرة دي ان هي وبعد كده بيزرق القائمة اللي قداما دي افطار منها انت تطلع كده فوق شوي افطار بس كلمة وبعد كده بقى بتروح عندك على حاجة اسمها وو لان الو لو جينا نروح عندنا على اللان دي كده هتضغطees لها جيدا اللان diret ما هي اي بي هرب لان هيقول لك هلا الاي بي فيه اي بي موجود عندك من هو مية اثنين وسعين دوت مية تمانية وستين دوت واحد دوت واحد مكتوب عندك كان الاي بي مية اثنين و IDE 188 دوت واحد دوت واحد دول reap tableلue اضرس طبعا في اول الصبحة انت بس هتكليها دوت اتنين يعني مئة اتنين وتسعين مئة امانية وستين دوت واحد دوت اتنين تمام وبعد كده بتنزل تحت كده شوية بيقولك دي اتش بي سيرفس معمولة انيبون لا اعملها تسيبون اعطلها خالص هتنزل تحت كده بيقولك انا دفايس طيب هقولك استي تي بي اعملها انيبون زي ما انت شايف اللي هو دي اتش سي بي بلاين تمام بيعملها انيبون وروح كده بالصفحة كده في جنب وضغط عندك على كلمة صبمت هتستنى شوية لحد ما يعمل ريفرش للصفحة ويحفظ كل الاعدادات ان احنا عملناها من شوية هتليهي هنا بيقولك هنا هنا استي بي اضغط عليها واختار فون واعمل موافق واعمل انيبون وروح عندك على صبمت اضغط عندك على صبمت تاني وبعد كده هنا بتنزل تحت يقولك فون خليها الكاميرا وبعد كده اضغط موافق واعمل انيبون وبعد كده صبمت نفس النظام برضو لما يجي اعمل ريفرش هتروح عندك على الكاميرا وتضغط كمبيوتر اخر حاجة سبك من ازر تضغط على موافق واعمل انيبون وبعد كده اعمل هنا صبمت كده بقى احنا تريبا خلصنا كل الاعدادات اللي موجودة في الروتر انت شايف كده لو جيت اعمل ريفرش للصفحة هيظهر معايا انه هو مية ومسعين مية ومية ومستين دوت واحد دوت دوت دين وكمان يديه تشي سي بي مقفول طيب ونفترض انك عملت ريفرش برضو محصلش نفس النظام اعدل كل الاعدادات واتلاقي زور صبمت هنا ظهر معاك اللي هي صبمت بتاع المية ومية ومية وستين وواحد واثنين وعندك الصبمت بتاع دي اتش سي بي اللي هي تتأفن يعني تضغط عندك على تلاتة صبمت واحد واثنين تلاتة طبعا بجانب الحاجات اللي احنا كنا عملينها من شوية دلوقتي اني ظهر في عالم التعجب عندي في الواي فاي اللي فوق كده لو جيت تروح عندك على واي فاي علامة الواي فاي يتلافي في عالم التعجب تعب بنا كده بقى هنروح لي الجوφر اللي هو ده همونيでعب بقى ناصل في المقطة الصفرة دي الروتر الرئيسي وهنوضيكوا كده مع بعض ازاي دلوقتي زي ما انت شايف كده انا رويتر الرئيسيه وده الروتر اللي هكنا عمليونه من شوية هتروح عندك النارروتر رئيسي كده في ك cabe rakylليبنه اصفر زي ما انت شايفui ده بيجي مع اي راوفر معنا في العنبات. هتركب الجزء فيه من الروتر الرئيسي زي ما اتشاف كده. ادى الجزء الاولاني. وطبعا ده الجزء التاني وتتأكد ان هو اللمبة بتاعته ادت. زي ما اتشاف كده هاتيه معنا اللمبة دلوقت. ادي كده اللمبة ادت. اتروح عندك على التليفون بتاعت. اتروح تمزل ضغطة كده طويلة. وبعد كده بتروح عندك على التي داتا اللي هو الروتر ده. بضغط عليه ضغطة كده. وعندك اماكنة مبتصن. هتروح تفتح بقى دي تيوب او تفتح جوجل. زي ما انت تشوف دلوقت. هكتب هنا اي حاجة. هكتب جوجل. طبعا عمل زهاد. وده كده جوجل يفتح معي. وفتح معي انترنت بشكل عادي جدا. وبنفس الروتر او تشغل الروترين على نفس الخط بتاعك. وبكده ان شرح انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريب من تنساش تدعم لي بلايك. وسبسكرا بالقناة. واشوفكم في حالة اكتدة. مع السلامة. اشتركوا في القناة.